سلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كريزين فاميلي اليوم شاء الله عدا تدوزوا معي هاد العشية اه لنتشارك معكم ان شاء الله الوصفات اللي حطرت اه حطرت اه غاتا وصالاتا وكذلك الخبز بالخميرة البلدية انتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الفيديو ولا بغيتوا فيديوهات من هاد النوع ما عليكم الا تكتبوها لي في التعليقات ان شاء الله هم يكون غير الخير وتفضلوا معي اذا ما بشتوفو تفاصيل الفيديو بسم الله على بركتي الله اول حاجة غن ندير دابه هي غدا نعجن الخبز بالخميرة البلدية غدا نعجنه بالماء الدافئ اه تباحناها تقريبا هادا الساعة تقريبا دابا الوحدة اه ملي كنكون غن نعجنه في الليل كنعجنه بالماء بارد واما ملي كنكون غن نعجنه في النهار يعني غدا نطيبه في هذا كنعجن بالماء الدافئ باش يخمر اللي يضغية غن نستعمل اه هنا اه اه دقيق الكامل تيب اه صان ديس اه صان ديس معكم هاد الخبز واحد الاخت بغت اه الخبز ديال الفارين ديبوتر الفارين ديبوتر تيب اه 150 يعني استعملت نص هاكا ونص هاكا هنا عندي اه غي شوية تقريبا هاد البول صغير وار ديال اه الفارين ديال الحمص كتاخدوها من البلاسة ديال اللي كيب اه بلاسة اللي كيكونوا فيها اه اللي فارين يعني الدقيق اللي ما كيكونش فيها الجلوتين يعني اي سوبرمارشي ممكن تلقاوها انا غدا ناخد الخميرة البلدية كلها اللي عندي اه هي طالعة لانه مشي بزيب بشاجنت بها سافي غدا نضيفها لهاد الدقيق كيف ما شفتم معي اضفتها كاملة سافي هانتم انا اخويت القرعة كاملة ووريتها لكم خاوية وغدا نضيها ديال العجينة كاملة تعجن ويلخصني شوية ديال ما غدا نضيف نصاف فيها هي عجنتها مزيان في الروبو قادرنا نزول واحد القطعة منها ديال الخميرة اللي غدا نخليها نعجن بها المرة المرة المقبلة ان شاء الله بالنسبة الاخوات لي الله بدأوا في الخميرة البلدية مع لكم غير تتبعوا ان شاء الله غنبقى مرة مرة ان نزل لكم فيديوهات على الخبز باش تفهموا مزيان كيفاش كيفاش كنت تعمل الخميرة البلدية صافي دبا غدا نخليها حتى نجن بها يعني ممكن تبقى يومين تلتيام جربت كنت سافرت وخليتها تلتيام موقع له احتاجي حاجات تزدت لها دقيق قادم زيانة صافي هنا غدا نضيف هنا حبوب شيا حبوب شيا وحبوب ديال زرعة الكتان كي كي شربوا الماء دون كيلة درناهم في الخميرة درناهم في الخبز خاصنا نزيدو كمية الماء هنا هاد شي كلو كي بقى غير اختياري ضفت شوية ديالسانو شوية ديالكرويا وشوية ديالزعتر هنا هادا الزنجلان اللي غسلته ومعلقة ديال العسل دايما مني كنكون غان عجن بنهار اه يعني كن نضيف هادا معلقة ديال العسل ولا شوية ديالتمر باش دغية 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 تخمر ليا دغية كي يخمر لي الخبز هنا كيفما شفته معايا غدا ضفت نفس نصف كأس ديال الماء دافئ وغدا نضيها تعجن صافي دبا من بعد ما تعجنات مزيان دلكات مزيان ضروري ضروري من دلكو الخبز وغنزيد دبا احنا يا ملعقة تقريبا ولا زوج ديال معالقة ديال زيت الزيتون باش كي يجيني الخبز ارتب وبنين حتى البنة زيت العود كي يزيد البنة هانتو ما كيفما شفته معايا طلقتها جينا ولات مطلوقة شوية سافي غدا نخلي هادا نغطيها ونخليها تخمر هنا يا ما قداش نحولها في مكان ليكون دافئ ولا غنغطيها عايبشي فوطارة كاتخمر بما خمنت العجينة غدا نمشي دبا باش نوجد هاد القغاطة هنا عندي هادا قرنابيت او شوفلور لي غسلتو قطعتو هنا عندي البطاطة كيفما شوفتم معي هاد القياس اللي كي بليكم في الفيديو غانشي باش ندهن اه هنا يا المول اللي غدا نطيب في الفرن هاد الادناء كنكون سخنة الفرن يعني كيكون الفرن الدرجة ديال الحرارة ديالو تكون اه ميتين وكن نقطع البطاطس اه قطع رقيقة حول ما امكان انكم ترقوها سافيك نفرشها لتحت هي بحل الفراش اللي غدا اه اللي غدا نوضع حليق عليه اه الشوفلور انا كندهنو اه شوية كنرشو بشوية ديال الملح سافيو نحاولو انو يعني نزيدوها في الجناب باش يجينا هادك الشوفلور الوسط هاد شي كلو يعني ممكن تسلقوه من قبل ولا يعني يعني طيبو على البخار وعادة باش تمنطيو الخطان ديالكم ولكن بها الطريقة هادي كيجي الد وكن نربحو الوقت وفي نفس الوقت كنحافظو على الفيتامين اللي كيكونو في الخضر يعني ما كيمشوش مع الماء يعني احتفت بخارة كيمشي كيمشو لنا الفيتامين وفصليق احته هو كرشيت بشوية ديال الملح ودخلتو الفرن باش يطيب انا مشيت بش شوية هاد الفلفلة هادي غنزول لها اه القشرة ديالها وغدا نطحنها نعطى في طحنتها كيف ما كتشوفوا معايا هي اللي غدا نستعملها في يعني كسلسة انا غدا نضيف الهريسة اللي فيتا تشاركتها معكم هنخلى عليكم ان شاء الله في اسفل هاد الفيديو إنا عندي شوية ديال التحميره شوية ديال المالح شوية ديال كمون وشوية ديال كركم بالنسبة للقمون غيش شوية مش بزايا يعني ما كنا نضيفه شوهمة الكمية بزايا في السفل هاتة هوا obeظévت الى هاد الفيلفله يعني ممكن تستعملت احت مطيشة ولكن بالفيل فتكون حلوه كذي وحد الحلاوه كده اقلد ممكن تضيفو احت مطيشه احت هي bakingمر اضفت شوية ديال التوماء وضفت ستا ديال البيضات ممكن تستعملوا اكتر على حسب الحجم ديال الخضر اللي عندكم و شوية ديال القصبر والمعدنوس ولا القصبر بوحده صافي نخلطه مزيان من بعد ما كيف ما شفتم معي صافي يعني طابت الخضراء نقيسه بواحد الموس كنشوفوا بانها طابت خليتها قعطة بتبزه صافي غدا نشد هاد الصلصه هادي هاد البيض مع الفلفلة والتوابل غدا نوضعها عليه و غدا رجعها للفرن هنا غدا ندوز بش غدا نشحر هاد الخضراء هادي اللي غدا نعمر بها الخبز اللي شاركت معاكم الوصفة دياله في اول الفيديو انا عندي مطيشة فلفلة يعني هاد صلصه هادي عادية فشوية دياله البصلة غنحاول ما ما امكن انا نكتب لكم المقادر ان شاء الله اسفل هاد الفيديو صافي غدا نشحرها وهنا الخبز صافي خلق دبادات ساعتين ونص وخمر لانه دافي ودرنا فيه لاسل كي سرع لنا عملية التخمير صافي هانتما ولكن راهي لخمر لخلينا يعني خمر اكتر جودة ديال الخبز كتجي احسن من اللي غدا جيني يعني احسن من اللي غدا نوريكم ان شاء الله في اخر الفيديو صافي قرستهم خبيزات هاد ستت الخبيزات هاكدا غنا نفل لحم هاكدا بش مي بش ما تفرقش جلدة على الخبز على يعني البابة ديالو صافي هنا غدا ندوز بايش غدا نحطر واحد الخبيزة اللي غنعمرها باديك السلسل اللي تشاركت معاكم ديال فلفل وماطيشة والبصلة هاديك السلسل اللي معروفة اللي كان عمرو باحت المسمن هادي اه كل شي كي يحطرها يعني معروفة مويم انا هاد شي ديال الحبوب ديال زريعة ديال القرعاء وزريعة ديال زريعة ديال نور الشمس استعملت بزاف ولكن مويملة توفرته عليها علش الله كتزيد واحد اللدة وخملي كالطيب كتفقد شوية من المكونات ديالها ولكن معليش يعني اه بحال الخبيزة الصغورين وكنعمر هاديك السلسل هادي지만 هاد هاد الخبيزة هاديا هاذا نعمر باىadı السلسل هادية عنا حضرتها لماشي ما غديش نستهلكو هاد نهر سنستهلكو هاد نهر آآ الثاني وجدت هذا باش كنربح الوقت سافي كتجي لديدة لديدة بسيطة سهلة ما كتتقامش غالية وكنكون موجدين خبيزات ونقدرون نديروها يعني يعني غيب غيب العجينة دي الخبز سافي دي كتتسلصة اللي بقاتلية دهنت بها هاد الخبيزات ولا مهم خبزة ولا معرفش كيفاش غنسميها فطيرة سميوها فطيرة سافي كتزيد تلدد لنا هادك الخبز ورشيتها بشوية ديال هادوك اللي كغان يعني الحبوب ديال زرعة القرعة وكل ما كيبغينيش نستعمل هادشي ولكن مهم انا هادشي استعملها البيت ديالي انتم ما استعملوه بالضوق ديالكم يعني اللي عجباتكمش حاجة اخدوها ما عجباتكمش ما اتاخدوهاش سافي هنا غدا ندوز باش غدا نحضر واحد آآ 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 السلاطة اهنا السلاطة ديالي فيها آآ آآ البورو آآ جلبانا و آآ آآ شامبينون وشوية ديال الملح وشوية ديال البزار فقط وغدا وشحرتهم بشوية ديال زيت الزيتون سافي غنضيف هنا شوية ديال قصبر شوية ديال معدنوس سافي وغدا هادوهما وشوية ديال الثومة وغدا نخلطهم مع شوية ديال الاروز وكتكون هادي هي السلاطة دي هاد النهار سافي كنخلط كل شي الروز اللي ضروري ما تترقدوه واحد ساعتين باش كي آآ باش كيجي آآ كيجي من فروق يعني كيجي ما كيديد عجنش ووحتى في الحضم كيجي ساهل احنا هاد بالنسبة لهاد الكوكاولي اضفت كيعجبني انا بزاف يعني لا عجبكم ممكن اضيفو لما عجبكم شو ممكن ما اضيفوش كيزيد واحد القرمشة لهاد الصلصة هادي الهاد الصلاطة هادي كيجي لديده بزاف سافي انا غدا نقدمها بهالطريقة هادي كتكال باردة وممكن تكال حتى تسخونة دهنت هادك المول اللي غنقدم فيه دهنتو بشوية دية زيت زيتون سافيو نحاولو نضغطوه باش مت باش مت تشتتش لنا ما غدا نقلبوها اه سافيو ده بجبت سحن التقديم وغدا نقلبها وفي الجناب حطيت هنا غي خيزو محكوك وحطيت اه لوش وغوج هاد الملفوف الاحمر قطعته واحده هو ما نسمتو مش لان اغن رافقه بواحد الصلصة من بعد واحد الصوس اللي كيتخلط هاد شي كله يعني الارز مع خيزو مع يعني شي طايب شي ما طايب كي يجي واحد المضاق رائع هانا غدا نستعمل هاد الاسبيغولين ولكني لا كانتو كتوفروا عليها ما كنتوش كتوفروا عليها ماشي مشكل مهمانا هادي بحادة باولدي صغير ما عجبتوش ما هاكله هاد الاسوس يعني مهم كليناعي حنايا سافيو كنختيزة نغيم علقة كنا نحاول ما امكن ان ندخلها دايما في السلاطات هاد الاسبيغولين وغنزيد شوية دي القصبور وشوية دي المعلنو شوية دي الملح وشوية دي الحامض مع الاسبيغولين فيها لفاق والحامض فيتامين سي مني كيتجمعه مع بعض يعني كيتفكسة مزيان لفاق في الجسم سافيها هي دب الخبزة ديالي خمرات كيف ما كتشوفوا معي الخبز دا هوية خمر تنسخن الفرن درجة دي الحرارة دياله يعني اعلى درجة ممكنة عندكم في الفرن وكندخلوه ايه طيب حتي يتحمر وكنخرجوه احنا صافيها هو القغا تنطاب كيخرج على هات الشكل يجي المنظر دياله رائع والمضاق حتى هو كيجي لديد 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 بزاف وحتى الوليدات كي يكلوا بحالة الاطباق هذي كيجيهم ساهلين وحتى في المضاق كيجيوا لدادين بزاف وبالنسبة بالنسبة للصلاة تحته يجي تلديد بزاف والخبز كذلك يلا بغيتوا ان شاء الله يعني وصفات اخرى وفيديوهات اخرى من هات النوع ما عليكم الا تقولوها اليوم ان شاء الله ما يكون غير خير واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة